في العديد من المحافظات والمدن العراقية يكون تجهيز الطاقة الكهربائية في أفضل حالاته أقل من عشر ساعات في اليوم وإن 59.7% فقط من تعداد سكان البلاد يحصلون على مياه شرب نظيفة الحكومة العراقية الحالية مشاهدين والتي سمت نفسها حكومة الخدمة الوطنية لم تنجح لحد الآن بتطوير البنى التحتية للطاقة في البلاد ليصبح أكثر استقلالا في توليد الطاقة الكهربائية وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة خلال الأشهر الثمانية الماضية في تهديئة التوترات الداخلية والإقليمية وذلك تجنبا للإطاحة بها فإنها تواجه عددا من التحديات وعلى الرغم من كون العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبيك ويمتلك احتياطيا نفطيا يقدر ب145 مليار برميل وما يزيد على 3.714 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز فإنه عاجز حتى الآن عن تلبية احتياجاته الأساسية من خدمات الطاقة لا بل ويعتمد على ما يقارب من 45 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يوميا مشاريع استراتيجية عديدة طرحتها حكومة السوداني ووعدت بتنفيذها تحمل في طياتها أهمية كبيرة للتطور في مجال البنى التحتية للعراق فيما لو نفذت ولكن هل تسمح التحديات للمصالح الإقليمية والمناطقية بتنفيذها أم أنها ستكون حبراً على ورق وحافزاً وراء احتجاجات واسعة تطيح بالحكومة والطبقة السياسية التقليدية في البلاد أسئلة تجيب عليها الشهور القادمة ترجمة نانسي قنقر